منطقة البحث والإنقاذ هي منطقة على المقابلة للسواحل التونسية لما ساحات جغرافية كبيرة برشا يتم تحديدها بالشراكة بين الدولة التونسية ودول الجوار ويقع إعلام من المنظمة البحرية الدولية بالمنطقة هذه والتي هي منطقة فيها تغطية بحرية وجوية والهدف في متاعها هو القيام بعمليات الإنقاذ بعناها الدولة التونسية أعطت الروحة مجال لممارسة السيادة على مستوى المنطقة هذه السيادة مرتبطة أساسا هنا بمسألة الهجرة والمراكب وحركة التنقل في المنطقة هذه المنطقة هذه ما تعطينا حتى MTS هي بطبيعتها تقريبا نفس المنطقة الاقتصادية الخالصة لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة السيادة تكون فيها علامة تحت الماء علامة تحت الماء لكن فوق الماء لا السيادة تتمارس فقط على المياه الإقليمية عنها سيادة تامة القوانين التونسية وقالوا بعدها على المياه المتاخمة اللي هي 12 ميل أخرى كيف كيف المياه المتاخمة وين يتم ممارسة سيادة جزئية إذن الإعلانة على المنطقة هذه هو صحيح بموجب معاهدات دولية في علاقة بالبحث والإنقاذ لكنه في السياق السياسي متاع وهو يجي في نفس المسار اللي صار مع ليبيا سنة 2018 وأول من تحدث على منطقة بحث وإنقاذ تونسية بطبيعة هي الوثائق الاستراتيجية متاع الاتحاد الأوروبي في الوثيقة الاستراتيجية الخاصة بتونس 2021-2027 هما اللي حكووا على ضرورة إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تونسية المسار هذية عنده برشة سنوات ونجمنا أرجع له بالتفصيل وتم البداية النقاش الرسمي فيه في ديسمبر 2023 وإنه تم عقد مجلس وزاري مضيق حول مشروع القانون هذية اللي اصدر الأمر هذية 181 في أفريل 2024 ورسميا بعد صدوره في أفريل المنظمة البحرية الدولية نهار 19 جوان نشرت الأبعاد منطقة هذية واللي هي كما قلنا منطقة جغرافية واسعة حسب الإحداثيات اللي تم التنسيق فيها مع السلطات التونسية حب نذكر أنه في آخر اجتماع مجلس وزراء الإيطالي تحدثت جورج ميلوني على هذا الموضوع وقالت أنه إيطاليا ستقدم أيضا مساعدة تقنية في تحديد المنطقة هذية دون أن نرجع للتفاصيل الأخرى في علاقة بالأموال والتجهيز لأنه عملية إعلان منطقة البحث والإنقاذ تسبقها عديد الاتزامات الأخرى اللي يزم الدولة التونسية تقوم بها واليوم نتسألوا خاطر عنا مشاكل في علاقة بالبحث والإنقاذ على طول السواحل التونسية على المياه الإقليمية كيفاش اليوم باش بناء إمكانيات باش نجم ونخرجوا المسافات كبيرة برشا الهدف الأساسي والوحيد هو منها هو اعتراض المهاجرين إرجاعهم إلى تونس وأنه نفرضه على كل البواس رمضان جزت حاجة بركة رمضان جزت نحن نعرف معلومة رمضان حجم أببري مثل المساحة التي تزادت مع أنت تقريبيا قد يشب أبعد نقطة ذلك حتى 200 ميل حتى 200 ميل نفس اللي صار تقريبا على الجانب الليبي في سنة 2012 ولي هو خيار كما قلنا خيار استراتيجي من طرف الاتحاد الأوروبي وعبرت عليها عمليا وفعليا إيطاليا والاتحاد الأوروبي رأى وانطلق في المسارة هذه منذ سنوات نحب نقول رأى منذ سنوات عمليات التجهيز والتدريب والبناء المراكز هذية والوحدات اللي قاعدين نتسلموا فيها الجوية والبحرية الوحدات الرادارية وغيرها كلتا ونرجع لكم بالتفصيل متع كل المعدات اللي التاقتها تونس ولي هذا بشي خلينا في مرحلة قادمة ما بشي يصير اللي بشي يصير في المرحلة قادمة أنه بعد لا كنا نعترض المهاجرين كان في مياهنا الإقليمية بشي نولو نعترضها في كامل المساحة هذه كل السفن اللي تقوم بعمليات إنقاذ مطالبة أنها تنسق مع الجانب التونسي ونقل المهاجرين إلى الموانئ التونسية وهذا كما قلنا هو عودة إلى نفس المقترحة السابق متع منطقة متع إنزال المنصة متع إنزال للمهاجرين بطبيعة الخطاب الرسمي بشي يغلف ديما هذا الكل يغلفوا في إطار الالتزام بالمعاهدات المعاهدات الدولية وفي إطار معناها ممارسة السيادة لكن اليوم نحن نحطوه أكثر في سياقه السياسي ونقول وراءه المستفيد الأساسي من هذه المنطقة حاليا هو الجانب الإيطالي ومن وراءه كل الاتحاد الأوروبي بهدف خلق أماكن عازلة لمنع وصول المهاجرين وللأسف هو هذا ما نجحوا فيه منذ نهاية السنة الفارطة بالأرقام اللي خليها تنخفض بنسبة كبيرة وبالتصريحات اللي عبروا فيها هم على ارتياحهم على نتيجة التعاون هذي اللي صار مع تونس ما يلزمش العباد تخلط بين الحدود البحرية الأخرى وما يلزمش معناها يتم تصويره هذا كأنه الدولة التونسية بش تمارس مصطلح السيادة على مساحات جغرافية كبيرة لأنه السيادة هذه ما فيها حتى امتياز فيها حتى امتياز بالعكس فيها واجبات وفيها إمكانيات من أموال دافعي الضراء بالتونسة لزمهم تتحط معناها لتغطية هذه المنطقة جويا وبحريا إضافة أنه انت بش يلزمك كيف كيف لمسألة انزال المهاجرين يلزمك زادة إمكانيات أخرى نحن نعرفه في السياق الحالي وشنوه قاعد يوقع مع الهجرة والمهاجرين في الأخرى نقوله أنه نجحت ميلوني نجح الاتحاد الأوروبي في الاستراتيجيات اللي عملها منذ سنوات وقاعد يحقق فيها خطوة خطوة معناها في المسار اللي عملوا مع ليبيا واليوم مع تونس